نتقل نظيفنا في الستوديو لنتابع الحديث أيضا عن مهرجان البرتقال ودور وزارة السياحة في هذا المهرجان معنا اليوم بها صباح الأستاذ جهاد عبابني نائب مدير مديرية سياحة محافظة إربد صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية يعني مثل ما شفنا وتعرفنا احنا نحكي عن مهرجان البرتقال الرابع نحكي عن تفاصيل أكتر عن أهمية مثل هذا المهرجان وخصوصا سياحيا أستاذ جهاد يعطيك العافية وشكرا لكم في البداية طبعا أود أن أشكر تلفزيون الأردني على هذا اللقاء وعلى الاهتمام الدائم بتغطية الفعاليات ونشاطات السياحية التي تنظمها وزارة السياحة والأثار في الحقيقة لا بد من التأكيد أنه على الاهتمام الكبير الذي تولي وزارة السياحة والأثار لجميع المواقع السياحية في محافظة إربد وطبعا يأتي تنظيم مهرجان البرتقال السياحي في لواء الأغوار الشمالية بالتشارك ما بين وزارة السياحة والأثار والمجتمعات المحلية تجسيدا لتوجيهات معالي وزارة السياحة والأثار والاهتمام الكبير من عطوفة الأمين العام بضرورة تفعيل مبدأ التشاركي والتعاون ما بين المجتمعات المحلية للوصول إلى دمج هذه المجتمعات في عملية التنمية السياحية المستدامة بالإضافة إلى أن هذا المهرجان يأتي في إطار خطط وبرامج وزارة السياحة والأثار لتشجيع السياحة الداخلية طبعا يتمتع هذا المهرجان بأهمية كبيرة نظرا لأنه يقام في لواء الأغوار الشمالية والذي يتميز هذا اللواء بأنه يشتمل على جميع أنماط السياحة التي يحتاجها الزائر ابتداء من السياحة التاريخية ولتمثل في موقع طبقة فحل الأثري والسياحة الطبيعية ولتمثل في المواقع الطبيعية والبيارات التي شاهدناها كمان عند التلفزيون والمنتشر على طول اللواء بالإضافة إلى السياحة الدينية والمتمثلة في مقامات الصحابة مقام معاد بن جبل ومقام عامر بن أبي وقاص صحابي عامر بن أبي وقاص ومقام الصحابي شرحبيب بن الحسنة بالإضافة إلى السياحة العلاجية المتمثلة في حمد الشون الشمالية وسياحة المغامرة والسياحة الزراعية التي تعتبر السنة المميزة التي يتميز بها لواء الأغوار الشمالي بالإضافة إلى المناخ الدافئ شتاء ونحن الآن في فصل الشتاء والتي تستقطب أعداد كبيرة من الزوار إلى لواء الأغوار الشمالي يعني عندما نتحدث عن السياحة في إربد أستاذ جهاد نحن دائما نقول الأردن هو متحف مفتوح من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ويتميز مثل ما ذكرت بتعدد المناخ يعني قد تكون بعض المناطق باردة لكن هناك مناطق أيضا دافئة ممكن الواحد يتوجه لها بفصل الشتاء في محافظات المملكة نحن نحكي عن الأغوار الشمالية طبقة فحل نحكي أكثر عن هذا المكان الأثري اللي أيضا لابد من تسليط الضوء عليه أكثر ويمكن هلأ بدأ في اهتمام أكثر من وزارة السياحة بهذه المنطقة وهذا الموقع لتسليط الضوء عليه وأيضا لجلب السياحة سواء كان السياح الأجانب اللي بيزوروا البلد أو حتى السياحة الداخلية طبعا وزارة السياحة والأثار كما حكيت في البداية أنه تهتم في جميع المواقع السياحية والأثرية في محافظة أربد وتعمل على رفض هذه المواقع السياحية بالخدمات السياحية التي يحتاجها الزائر طبعا طبقة فحل هو موقع أثري وهو أحدى مدن ديكابولس العشرة وطبعا وزارة السياحة والأثار في ضوء اهتمامها بهذه المواقع السياحية ورفضها بالخدمات السياحية تم استحداث مسار سياحي في لواء الأغوار الشمالية يضم جميع أنماط السياحة بالإضافة إلى أن وزارة السياحة عملت على إقامة مشاريع سياحية الآن في مشروع تم الانتهاء من مشروع مركز زوار طبقة فحل والذي سيعمل على توفير خدمات سياحية مميزة للزوار إلى هذا الموقع الأثري المهم فوزارة السياحة مهتمة جدا في جميع المواقع السياحية وخصوصا المواقع الأثرية التي أمها الزوار وتعمل على رفض هذه المواقع بالخدمات السياحية كمان موجودة الآن في استراحة سياحية في موقع طبقة فحل وطبع الوزارة تعمل جاهدة على أن تقديم أفضل الخدمات للزوار القادمين إذا هذه المواقع السياحية نعم يعني جميل لدور كبير صراحة عم تبدله ووزارة السياحة في مختلف محافظات المملكة ومنها عروس الشمال إربد نحن عندما نتحدث عن إربد يمكن أكثر ما يأتي إلى الذاكرة أم قيس نعم إلى أي مدى مثل هذه الأماكن السياحية عم تشوف أنه إلها رواج وخصوصا يعني لما بيكون حتى في ما فيش عنها أو بتقل نسبة السياحة الخارجية لكن إلى أي مدى ممكن يكون لها دور وزارة السياحة أيضا في تجهة السياحة الداخلية لمثل هذه المناطق زي ما حكيت لك أنه طبعا بناء على توجيهات معالي وزيرة السياحة والأثار والاهتمام الكبير أنه من عطفة الأمين أنه وزارة السياحة بتعمل على تفعيل دور المجتمعات المحلية ودمجها في عملية التنمية السياحية المستدامة في الحقيقة أنه السياحة الداخلية هناك لوزارة السياحة كثير من المرامج السياحية مثل برنامج الأردن أحلى وإقامة كذلك الفعاليات والمهرجانات في المواقع السياحية لتنشيط السياحة الداخلية إلى هذه المواقع إحنا رح نشهد هذا العام مهرجان أم قيس السياحي في موقع أم قيس ومهرجان الشعل السياحي الذي تنظم السياحة في موقع الشعل السياحي والتي تهدف هذه المهرجانات بالإضافة إلى تنظيم المعارض السياحية التي تستقطب وتروج للحرف والصناعات التقديدة التي ينتجها أبناء المجتمعات المحلية كل هذه الفعاليات بالإضافة إلى البرامج السياحي والخطط التي تعتمدها وزير السياحة تهدف في المحصلة إلى تسويق وترويج السياحة الداخلية وبالإضافة إلى يواكب هذا أنه رفض هذه المواقع بالخدمة وتطوير هذه المواقع ورفضها بالخدمات السياحية نعم يعني دور كبير مثل ما ذكرنا لوزارة السياحة لكن أستاذ جهاد نحن نحكي عن مهرجان البرتقال ومنها أيضا فيه كمان مهرجانات مثل ما ذكرت تقام في الشمال نحن اليوم نحكي عن دوركم في هذا المهرجان إلى أي مدى كان لها دور وزارة السياحة في الترويج لهذا المهرجان نحن نحكي عن مادة غذائية كثير مهمة نحن نحكي عن الحمضيات التي أصبحت الأردن مشهورة فيها جدا طبعا هذا المهرجان سيقام في لواء الأغوار الشمالي وسيتم افتتاحه تحت رعاية معالي وزيرة السياحة والأثار اليوم الساعة الرابعة مساء ويستمر لمدة أيام عملت وزارة السياحة على مشاركة عدد من الفنانين والفرق المحلي في هذا المهرجان وكذلك الفرق المسرحية وتجسيدا لنهج وزارة السياحة والأثار في أنه يكون في مضلة تسويقية لمنتجات المجتمعات المحلية سيشمل المهرجان على معارض الزراعي لبرتقال بالإضافة إلى معارض الحرف والصناعات التقليدية والشعبية هذا المهرجان سيوفر فرصة للزار بالإضافة إلى استمتاع بالمواقع الطبيعية المتواجدة في الأغوار الشمالي سيوفر له فرصة للاطلاع على المنتجات التي ينتجها أبناء المجتمع المحلي وكذلك الشراء من هذه المنتجات بالإضافة أنه سيوفر له فرصة الاستمتاع بالعروض الفنية والمسرحية التي سيشهدها هذا المهرجان نعم نتمنى لكم كل التوفيق حقيقة في المهرجان وفي المهرجانات الأخرى التي تقيمها وزارة السياحة ودوركم أيضا في تنمية المناطق السياحية في الشمال في إربد كل شكر لحضورك معنا أستاذ جهاد عباب نيناءب مدير مديرية سياحة محافظة إربد يعطيكم ألف عالي الله يعطيك شكرا لكم هذا إفاصل متواصلنا بفقراتنا ببرنامج يوم جديد خليكم معنا